اليوم سنتحدث عن دواء من أحدث الأدوية التي تعالج الفصوم والثناء القطب وهو دواء لاتودا لاتودا سنتحدث عنه من كل الاتجاهات من الخصائص الكيميائية من الاستخدامات الطبية من الأخفار الجانبية وكيف نجلل من الأخفار الجانبية وأخبركم أيضا أشهر التداخلات الدوائية وأجاوب على أشهر عشر أسئلة عن اللاتودا وأقول لكم مزتين في اللاتودا مش موجودين في أي مضاد ذهان تاني فالفيديو النهاردة جدا مفيد أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تتكملوا لغاية الآخر فنقول يا ضابين نبدأ يا ضابين بسم الله والصلاة والسلام على الأرض الخير كلا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهلا وسهلا بكم قناة الثاوي القناة مهتمة بكل ما يخص صحة ولكن العدوية النفسية وثناء القطب ليه اهتمام جدا جدا خاصة عندي هنا في القناة فالنهاردة هنتكلم عن اللاتودا اللاتودا يحتوي على المدى فعالة تسمى لوراسيدون لوراسيدون اللوراسيدون دي بتيجي بتركيزات كتير جدا جدا أشهرها 20 40 60 80 120 طيب دي تركيزات المشهورة ولكن في السعودية في تركيزات 18 نص وفي 37 وفي كمان 76 وفي كمان 74 طيب الفورما بتاعته بتكون في سورة حقيقة اسمها في هiego التذابليتس في عندما بتاحل القطب ليبا جدا ولا تقصى من المعدة لذلك كان اللون انك اسمها جبري الاكل وانك اسمها هيا بعد الاكل طيب البيؤفاليباليتي اللي هو نسبة وصول مادة لفعالة دم نسبة وصول مادة لفعالة لدم من البيغاند بتكون اعلى من نسبة وصول مادة لفعالة لدم من الدوار المحلي ولذلك يعني اللي يمكننا أن تكلمت في النقطة دي chef نتكلم فيها من جانب Wijямиيائي وأنا بعمل دعاية اللي دوا معين زي ما انتوا فهمين طيب البداية بتاعته بصوا البداية بتاعته في مصر عندنا البالوران وتودا سيدون البالوران وتودا سيدون هو أصلاً لاتودا مش متوفق في مصر يعني في مصر بس البالوران وكمان تودا سيدون ولكن لاتودا وجود في السعودية باسم لاتودا وزي ما قلت لكم التركيزات بتاعته 18.37 و74 طيب تعالوا للإستخدمات الطبية بتاعته لاتودا بيستخدم في علاج الفصال سكيتسوفرينيا وكمان في علاج ثناء القد وبيستخدموه في اليابان استخدام خاص جداً جداً ومعتمد للبيبولر دبريشن في اليابان يعني بيبولر دبريشن رقم واحد في اليابان يقول لك لا إستخدم لورس دون أو لاتودا فبيجيب نتيجة جداً جداً ممتازة ولكن يفضل معها مضادات اكتئاب تنى عشانكم مضادات الاكتئاب اللي يستخدم معها فيلا فيكسين وديس فيلا فيكسين وكمان فورتيوكستين فيلا فيكسين اللي هو افكسور ديس فيلا فيكسين اللي هو اكبرستيك فورتيوكستين اللي هو ابرينتيليكسو نحن نتحدث عن جميع المضادات الاكتئاب فيديوهات هنا في القناة والحمد لله هي تريند بحث يوتيوب رقم واحد طيب ايه بقى الحياة التانية احنا قلنا في سكرتسوفرينيا والبيبولر خاصة سناء القرب النوع التاني اللي هو بيكون الاكتئاب اكتر من الهوس تمام وقلنا ان هو في اليابان يستخدم لايه اعتمد للبيبولر ديبريشن بالاستخدام الثالث ليه ان هو بيستخدم في حقيقة اسمها مايجور ديبريشف ديبريشن وهو ده بيسموه الاكتئاب المزمن او بيسمى الاكتئاب الاسود الاكتئاب الاسود ده يعني هو الشخص كل تفكيره سوعد ان هو يقز نفسه يقز غيره في افكار سودوية او ميول لعزاء النفس او الخير فعشان كده هنا اللاتودا او مادة اللورسيدون بتجيب نتيجه جدا جدا ممتازة طبعا مع مضادات الاكتئاب يعني مع مضاد اكتئاب من الثلاثة اللي انا اروتوه من شوية فيليفيكسين ديس فيليفيكسين او فورتا اكسدين ده ميكس جدا جدا ممتاز وخاصة للناس المفتبعنا في المنجال الطبي او السيكياتري او السيكياتريس اللي هو طبيب نفسي متخصص خلاص اخوالنا وزي ما يقولها دايما المتابعة في الموضوع ده تكون مع طبيب نفسي وليس طبيب مخ وعصاب وليس اخصائي نفسي عشان فيه مصائب بتحصل في اللوطن العربية بسبب الموضوع ده نجي باجه للاصعار الجانبية الاصعار الجانبية على الجهاز العصبي ممكن نلاقي دوخة ممكن لاجي طنين ولكن من اشهر الحياة ان هو بيسبب انسومنية انسومنية اللي هو مشاكل في النوم يعني لو انتخذته بالليل ممكن يخليك ما تنامش كويس لذلك انا بنصح دايما ان هو يستخدم صباها هو يستخدم مرة واحدة فقط في اليوم خلاص مرة واحدة فقط في اليوم واستخدم صباحا طيب الحياة التانية الامساك الجهاز الهضمي بيأدي الامساك وهنا حل المشكلة الامساك ان انا مفضل ان هو نستخدم فايبرز مش لكتيولوز خالص لان لكتيولوز بيعمل غازات وانتفاكات وكده ويبقى حياة مفضل استخدم الفايبرز ومشهر الفايبرز الموجودة في معظم الموضوع العربي اجولاكس خلاص ويجب نتيجة جدا جدا ممتازة في موضوع الامساك ايه بقى النقطة هنا مهمة ودي الميزة اللي موجودة في لورا صدور او لاتودا الميزة بقى انه هو لاتودا او لورا صدور يعني ايه يعني هو ما بيجللش رغبة جنسية زي موضوع مضادات الظهان التانية ولكن ده ده ميزة انا معتبرها جدا جدا ممتازة الناس اللي بتستخدم مضادات الظهان وبتأثر على الصحة الجنسية او على العلاقة الزوجية فهنا الحل الامسل لاتودا او مادة اللورسيدون اللحقة التانية الميزة في لاتودا او لورسيدون من اقل مضادات الظهان زيادة في الشهية وزيادة في الوزن ويمكن الاقل كما تحدثنا قبل كده هو مادة الزوجية هذا الاقل على الاطلاق وفي فيديو تفصيلي هنا عنده بالقناة فالناس اللي ما بتحبش تأخد مضادات الظهان وتزود الوزن بتاع مساحة او الشهية فهنا خيار لاتودا او لورا صدور جدا جدا ممتاز نجي بقى لتدخورات الدوئية ومساق وانا مضادات الدخورات الدوئية فيه تفصيلات كتير جدا جدا فلو انت بستخدم دعوة مع اللاتودا او لورسيدون اكتب لي بس في التعليقات دكتور حليم فعكازة مع عكازة وانا بجاوبك عليه عشان مدة الفيديو ما تبعش طويلة نجي الاجابة على اشهر عشر اسئلة سؤال الاول افضل مسبت مزاج مع اللاتودا افضل مسبت مزاج مع اللاتودا هو الليثيوم والفالبوريت او فالبوريك اسيد طبعا الليثيوم موجود في موظم دول العالم باسم ابروليثيوم تمام لشركة ابوتكسي الكندية موجود في مصر باسم بيرانيل والفالبوريت او فالبوريت او فالبوريك اسيد والفالبوريت او دباكين في كل دول العالم والثانية انا عملنا عنهم فيديوهات التفاصيلية هنا في القناة طيب الجرعة المبدئية بصوا الجرعة المبدئية لو الشخص بيعاني من ثنائي قطب في الجرعة المبدئية هي 20 ميلي جرام لو بيعاني من سكيسوفرينيا او فصوم في الجرعة المبدئية هي 40 ميلي جرام طبعا مع الوقت بتزيد الجرعة المبدئية يعني ممكن تبها زيادة اسبوعية ولكن الجرعة المبدئية مهم جدا جدا تكون 20 ميلي جرام في سنائي قطب 40 ميلي جرام طيب اقصى جرعة دوائية اللي هو بيسموها المقسمم ثيروبيوتك دوس بصوا لو ثنائي قطب في اقصى جرعة علاجية هي 120 ميلي جرام وزي ما احنا تكلمنا الجرعة كلها بصودة مرة واحدة وفضل صباحا طيب عايزك تقول لها اوكتو بيشتغل ازاي وقالية عمله ازاي بصوا هو مادة الاورسيدرون معظم واقعا معتمدة عالميا تقول لك انه الميكاليزمي يعني الاليات الاليات العمل التفاصيلة بتاعته غير مفهومة او مبهمة في بعض المواقع اقترحت انه بيشتغل على دوبامين ديتو كمان بيشتغل على 5H2A انا مش عايزكم تركزوا في الموضوع ده انا اللي انا عايزة اوصله لكم انه هو النت ريزلت بتاع الموضوع انا ما استخدامه يلي هيتحسن عندي مزاجي اوبه ازاي اكتئابي هايقون ازاي ااااااااااااااااااااااااااااااااااا اي اكتئاب احد القطب هايق واي اكتئاب اهم ازاي افكار سوفدة يوميون الايزاي ازاي اللي اوف واقع از乎 كاوي اوف الاصناه ازاي الاقوار الكامل ا opportunity انا معبش تركيزوا في التفاصيل المتخصصة جداً ومحتاج إلى درسة علم الفرماكولوجي أو علم الأدوية فعشان كده إن شو الله يكون هناك سلسلة خاصة للناس الفارماسيس أو السكيادرس فيها تفاصيل التفاصيل هو بينتمي للأدنى عيلة هو بينتمي للعيلة التانية أو الجيل الحديث من مضادات الزهان ويسمى إتيبكر أنسي الكوديكس فنلاحظ هنا حتى مهمة دائماً الـ typical end psychotex أسابهم الجانبية أقلي بكثير جداً جداً من العيلة الأولى أو typical end psychotex هل هو منوم؟ لا هو مش منوم كده يفضل أغزو الصباح هذا من ضمن الأسئلة ما موضوع الحمل وقضاء هل ينفع استخدمون حمل أو مقضع؟ يستخدم بحضر يعني إيه حتة الفعالية وهل هو فعال بصورة عالية جداً جداً أم بصورة مخفضة؟ هو متوسط للفعال يعني فيه مضادات الزهان أعلى منه وأقوى منه وفيه مضادات الزهان أقل منه أفضل وقت أخذ فيه زي ما احنا قلنا في الفيديو أنه يستخدم أفضل وقت يستخدم فيه هو صباحاً قبل أكل بعد الأكل لأنه لا يتأثر بحمود المهدى ولا يجيتها بالمهدى أفضل مضادات اكتئاب تستخدم مع الـ انه سير مد décписة في القناة sozialาย اصدروا 시ك ومع بالمقدمة مضادات الاكتئاب الشيطاء بتقدي supervisija ومضادات الاكتئاب الخاصة او بشive مدى مثل الرابع نفس الشركة فاتمنى ان يكون هنا المهدى اشتركوا في القناة